اشتركوا في القناة وفق المجلس على المواد الست التي أعيدت إلى اللجنة لإضافة عدد من التعديلات عليها وبذلك يكون المجلس قد أنهى دراسة مشروع القانون كاملا بعد ذلك استعرض المجلس الرسالة الوردة بشأن الاقتراح بقانون بإنشاء الاحتراف الرياضي حيث قرر إحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع اختار لجنة شؤون التشريعية والقانونية ثم انتقل المجلس لمناقشة تقارير لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث وافق على الانضمام إلى الاتفاقية ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنجلادش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخلة ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنجلادش الشعبية حيث وافق المجلس على الاتفاق بالإجماع ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية طبعا مشروع قانون الصحة العامة يشمل سلسلة من الإجراءات الحيوية والهامة للمواطنين والمقيمين مثل الرقابة على الأغذية والرقابة على المقاصف المدرسية والمسالة وغيرها وهو مشروع ضخم ويعد من أطول التشريعات التي نظرها البرلمان بغرفته وهو يتكون من 154 مادة موزعة على 30 فصل واليوم نظر المجلس في التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بعد استرداد 6 مواد تشمل أربع تعريفات من المادة الأولى ومادتين من العقوبات والحمد لله تم التصويت على جميع هذه المواد وإن شاء الله الأسبوع القادم سيتم التصويت النهائي على هذا المشروع ترجمة نانسي قنقر